فوتا أهلا بيك مسوخي كابتن مهيب أهلا كابتن مهيب أهلا كابتن رضا أتمنى أن كل شيء يكون تمام إحنا اللي نتمنى أن كل شيء يكون تمام وأكيد أنت منور السعودية وكنت منور مصر واحد مدرين فنيين القادرين اللي طبعا سبت بصمة كبيرة مع نادي الإسماعيل وإن كنا نحب أن أنت كنت تقعد أكتر مع نادي الإسماعيل حقيقي دربت الإسماعيلي مرتين لدي ذكرية رائعة مع الإسماعيلي ومع كرة القدم المصري وأعافي بعض الأحيان عليك أن تغادر وتعود وهذه هي حياة كرة القدم مع المديرين الفنيين وأنا أتطلع إلى ربما يكون لي مرة أخرى تواجد في مصر ولنرى ما سيحدث يعني كنت هتبقى موجود قريبا جدا من نادي الإسماعيلي ممكن من شهور أو أسابيع كانت هناك بعض اللقاءات مع السيد إحيال كومي ولكن في نهاية الأمر اختاروا مدير فني آخر من أسبوعين تقريبا كانت هناك بعض المناقشات ولكن اختاروا المدير الفني الحالي وأتمنى دائما الخير لنادي الإسماعيلي وسعيد جدا بفوزهم الأخير على الاتحاد السكندري الإسماعيلي نادي كبير جدا في مصر ولا يمكن أن يهبط إلى الدرجة الثانية ولأن هذا سيكون عار يعني هو مش بالكلام الموضوع محتاج مجهود كبير جدا لأنه زي ما أنت قلت الإسماعيلي نادي كبير لكن عشان يبقى نادي الإسماعيلي في وسط مجموعة الفرق اللي صعدة وعندها إمكانيات رهيبة سواء مادية أو بشرية أعتقد الموضوع محتاج مجهود كبير جدا محتاجين لستراتيجية جيدة وفلسفة جيدة وكيفية إدارة الفريق الأول وكيفية أداء عملهم أعتقد أن هذه هي المشكلة أن هناك تغيرات كثيرة جدا في الاستراتيجيات وفي الإدارة لكي تبقى أحد الفرق المقدمة في مصر هذا أمر صعب ولكن في الوقت الحالي أتمنى أن يعودوا إلى الطريق الصحيح وأكرر أنني كنت سعيد جدا بهذا الفوز الأخير لأنهم كانوا يحتاجون للنقاط الثلاث والكل يحتاج ومنتظر لعودة الإسماعيلي لكي يعود إلى مكانه الطبيعي الدور السعودي ما شاء الله ولع الهلال فاز النهاردة على الأهل أربعة اتنين والتحاد جدل طبعا اللي هو بيعتلي الصدر فاز على الحزم ثلاثة سفر نعم الاتحاد هو الفريق الأفضل حاليا في المملكة العربية السعودية في دور السوبر السعودي هو نادي تنافسي جدا محترفين رائعين ولعبين محليين رائعين والدور يشهد تنافس قوي جدا وأتمنى أن نادي القادسية ينضم إلى هذا التنافس في المربع الذهبي طيب رأيك في تعاقد نادي الاتفاق السعودي مع كارتيرون أنا أعرف باتريس كارتيرون هو مدير فني جيد جدا ولديه السيرة ذاتية جيدة جدا ويحقق نتائج رائعة واختار نادي ليس بالسهل أبدا لأنهم في الحقيقة يواجهون خطر الهبوط وأتمنى أن يأخذ النادي إلى مرحلة أفضل ويبقى وأتمنى لكارتيرون كل الخير رأيك في حجازي وجوده في الدور السعودي أحمد حجازي لعبنا طبعا كبير حجازي رائع جدا وشخصية محترمة جدا خاصة بعد خبراته الدولية مع وست برومتش ألبيون وفيرونتينا ولعب للإسماعيلي والآلي والآن يظهر للجميع في المملكة العربية السعودية أن العقلية المصرية رائعة هو قائد في الملعب وهو شخصية رائعة ومدافع متميز وهم يفتقدونه كثيرا في النادي بسبب الإصابة ولكن الكل يحترم أحمد حجازي وهي انتقال جيد جدا للدور السعودي مصطفى فتحي ورأيك في أداءه مع نادي التعاون لا أتابعه كثيرا ولكن التعاون ليس في أفضل مستوياته هذا الموسم ولكن هناك دائما لعبين مصرين جيدين جدا يلعبون في جميع أنحاء العالم حاليا أعتقد أن مصطفى فتحي يؤدي بشكل طيب ويصنع الفارق قناك في المملكة العربية السعودية وأتمنى أن يؤدي بشكل جيد وتظهر نتائج جيدة خلال الأسابيع المقبلة من اللعيب الممكن ترشحه أنه يحترف في نادي القدسي لعب مصري من الدولة المصرية أتمنى أن يكون لدي عمر السلاية وعبدالله السعيد لعبين السابقين في الإسماعيلي أعتقد أن الناس أنهما كبير بعض الشيء ولكن سيؤدون بشكل طيب جدا في أي نادي يلعبون في العبان فيه وفي الحقيقة أن هناك لعبين كثيرين آخرين ولكن هما لعبي المفضلين ولا يزالان يلعبان في الدور المصري